مرحبا اهنا سهلا بكم بقضية جديدة على قناتي لو قضيتنا راح تكون من سنة 2021 عن هذه الشخصية اغلبكم شاف فيديوهات عن هذه الشخصية او شاف صورته لكن هل تعرفون قصته وشنو تفاصيل الحادث اللي صار اذا تدون تعرفون تفاصيل قضية اليوم وشنو اللي صار مع هذا الشخص تابع فيديو النهاية هذا الشخص باسم كيوتا هاتوري بعمر الاربع وعشرين سنة هاتوري كان عنده مشاكل بالتواصل مع الناس مشاكل اجتماعية اغلبها ما كان يعرف كيفية تكوين صداقات سواء صداقات مثل انه شخص يتصل عليك وتخرجون مع بعض او حتى صداقات عمل كانت هذه مشاكلة منه وطفل لغاية وصول عمر الاربع وعشرين سنة فكانت هذه هي مشاكلة الاساسية عدم التكيف مع البيئة والناس المحيطين به لدرجة انه استقال من وظيفته لكن ما تم ذكر نهائيا شنو هي الاسباب اللي خلته يترك وظيفته لكن هاتوري بعد مرور عدة اشهر من استقالته قرر السفر الى توكيو بالتحديد في اواخر ستمبر وكانت مديدته الاصلية هي فوكوكا وبدأ هاتوري يعاني من الديون المتراكمة وبدأ يتنقل من فندق الى فندق هاتوري كان معروف بان هو مهوس بشخصية الجوكر اعتقد هذه اسوأ شخصية تم اختراعها بصناعة الافلام لانه بسببها العديد من الاشخاص بدأوا يرتكبون جرائم ويقلدون الجوكر لكن هذه الشخصية كانت جدا مهوسة بالجوكر وكان يحبها لدرجة مطبيعية بتاريخ 31 اكتوبر سنة 2021 كانت جميع يحتفل بعيد الهالوين وكانت جميع خارج منازلهم وكانوا يرتدون الملابس التنكرية مثل اي سنة طبعا اليابان بالتحديد توكيو كانوا يحتفلون بهذا الشيء بصورة جدا اعتيادية فبعض الاشخاص كانوا يرتدون ازياء جدا غريبة حتى اغرب من الجوكر والبعض الاخر كان يرتدي اشياء جدا عادية فعني الوضع كان جدا طبيعي فهاتوري اكيد بهذا اليوم قرر انه رح يرتدي ملابس الجوكر فاشترى زي التنكر الخاص بالجوكر بالاضافة الى ولاعة وهذه صورتها وعشر علب من السائل ويكون وقود خاص بالولاعة عشر علب وبعدها هذه العشر علب فرغها بزجاجات بلاستيكية واحدة منهم كانت اثنين لتر والباقي كانوا خمسمائة مل فيعني تعرفون حجم الاضرار اللي ممكن تسببها هذه الوقود وبعدها الساعة الخامسة تقريبا ركب قطارين مختلفين لكن بالقطارين كان عدد الناس جدا قليل كان ببال هاتوري بهذا اليوم وبهذه اللحظة لما كان يختار القطار المناسب هو انها حياة اكبر عدد ممكن من الاشخاص فكان يبحث عن قطار جدا مزدحم واكدوا بانه هذه الخطة ما كانت شي جديد او شي حدث فجأة هاتوري كان مخطط لهذا الشي من شهر السادس بسنة 2021 وحاول تنفيذها بيوم الهالوين فكان يعتقد بانه قتل الناس هو الشي الوحيد اللي راح يحل مشاكله بالتحديد مشاكله بالعمل اللي غاية الان ما تم الاعلان عنها وهاتوري الساعة السادسة واربعين دقيقة اختار اكثر القطارات ازدحاما لان الناس بوقتها كانوا متوجهين الى منازلهم هاتوري بدأ ينظر حوله واختار اكثر الاماكن المزدحمة بالناس بداخل القطار وجلس وانتظر لغاية حركة القطار لحتى الناس ما تهرب بوقت هجومه لان كان متأكد بعد حركة القطار فبعدها بعشر دقائق او اكثر يلا راح يوقف القطار ومن المستحيل يتم اخبار الشخص اللي كان يسوق القطار معروف شنه يسموه الشخص اللي يسوق القطار من المستحيل انه هو يعرف انه يوجد شيء بالخلف الناس تتعرض بالهجوم لهذا السبب كان ينتظر لغاية حركته هاتوري هو كان جالس اخرج السكين من حقيبته واخرج مادة حارقة هذه المادة الحارقة تحرق الجلد فشخص كان جالس بجانبه بعمر السبعة وثلاثين سنة سأله شنه هي نواياك او ليش هذي التصرفات الغريبة لكن هاتوري فجأة طعن هذا الشخص يعني لكن الحمد لله انه هو طعنه بعيد عن قلبه فليهذا السبب هذا الشخص ما توفي لكن بعدها بعد طعنه راش عليه المادة الحارقة على ايديه وعلى عيونه فسبب اضرار جدا كبيرة لهذا الشخص لما الناس شافوا هذا المنظر اعتقدوا بانه هاتوري من الممكن كان يمثل لانه هالوين وهذه الاشياء جدا عادية لكن الوضع صار مخيف لما هاتوري بدأ يتقرب على الناس ويحاول انهاء حياتهم فعرفوا ان الوضع جدا خطير وبدأوا يرقضون الى نهاية المقصورة او القطار اللي كانوا به لكن هاتوري كان يمشي خلفهم وكان حامل السكين وكان ينوي انهاء حياة اي شخص امامه لكن واخيرا اتوقف القطار واستطاعوا الخروج من النوافذ لانه الابواب كانت ما عرف شنو السبب لكن الابواب ما انفتحت بهذه اللحظة واضطروا الناس انهم ما يهربون من النوافذ وبهذا الوقت هاتوري لما شافنا الناس كانت تهرب اشعل النيران بالمقاعد رش الوقود واشعل النيران وكانت النيران تلتهم هذه المقصورة او الجزء اللي كان جالس بيها واللي ما كان بيها اي شخص وبعد 30 دقيقة الاطفاء قدروا انهم يوقفون الحريق لكن الشيء المستفز ان الشرطة لما نزلت وشافت هاتوري كان جالس بالقطار منتظر الشرطة توصل وكان يشرب السقار وجالس رجل على رجل وكأنه الوضع جدا طبيعي ومو كأنه مسبب باضرار جدا كبيرة سواء للناس او للقطار وكان يحاول انهاء حياة اكثر من شخصين كان عادي كان جالس وكان منتظر انه اوكي الشرطة تأخروا احس انه هذي كانت ردد فعلا حسب المصادر قالوا بانه هاتوري كان ينوي انهاء حياة على الاقل شخصين لحتى يتم الحكم عليه بالإنسان يعني هو كان ينوي ينهي حياتهم لحتى يتم معدومة لكن الشيء الغريب هنا انه ليش ما حاول ينهي حياته بنفسه ليش ينهي حياة آخرين لحتى يتم منها حياته هذا الحلقة الغريبة معروف ليش لكن اكيد هو مريض نفسي من المستحيل انه شخص عاقل ممكن يفكر بهذا الشيء فهاتوري يعترف بكل شيء قال بانه قلت شخصية الجوكر وقلت هجوم صار باليابان بشهر واغسطس هذا الشخص كان بعمر 36 سنة وحاول اشعال النيران بداخل القطار باستخدام زيت الطهي لكن اكيد فشل لكن سبب اضرار لاشخاص آخرين لان كان بايده سكين فحاول هاتوري انه يقلده لكن بطريقة اكثر احترافية بانه هو فعليا اشعال النيران بداخل القطار طبعا هذي مو اول حادث لشخص يستخدم السكين او الوقود لانهاء حياة عامة الناس اللي مانهم اي يدخل بالموضوع لمجرد انه هو حتى يدخل سجن او يتم العامة لأسباب ما مفهومة يعني ما اعرف ليش ما يحاولون انه هما ينهون حياتهم بنفسهم ليش يحاولون يضرون اشخاص آخرين لكن الحمد لله جميعهم كانوا على قيد الحياة ما سبب اضرار بانهاء حياة اشخاص آخرين يعني الاضرار اللي كانت موجودة فقط مادية واصابات خفيفة عدا شخص واحد كان بعمر السبعين سنة كانت حالته خطيرة لكن تحسن مع مرور الوقت غير هذه الاشياء الحمد لله ما حد تأذى وكان الوضع طبيعي يعني اتمنى انه هما يلقون حال موضوع خطير انه شخص يبدي يركض ورا ناس ويحاول انهو ينهي حياتهم او يشعل نيران بداخل قطار داخل قطار القطار مستحيل انهو يوقف لو سيارة اوكي رح توقف لكن قطار موضوع جدا خطر ومخيف انه شخص يكون ما عنهيش اشخاص بحياته اليومية او انه هو يستقل قطار او يستقل طيارة وبجانبه ممكن شخص يحاول انهى حياته لكن شيء مهم انه الاشخاص اللي كانوا يعرفون هاتوري كانوا متفاجئيا من فعلته جميع هم كانوا يتوقعون انه شخص مثل هاتوري ممكن ينهي حياة اي شخص او حتى حيوان او ذبابه كانوا جدا متفاجئين فيا ترى شنو السبب وبس اشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله باي